وينضم إلينا من القاهرة الآن زكريا عثمان الكاتب الصحفي في جريدة الهرام أهلا بك أستاذ زكريا نحن تابعنا جميعا هذه البيانات الصادرة من دولة الإمارات وقبلها البحرين بجانب المملكة العربية السعودية كيف تعتقد بأن هذه القرارات ستؤثر على مصير قطر خصوصا بعد هذه العزلة التي سوف تشهدها خلال الأيام القادمة والشهر القادمة يعني بالطبع سيدي ما حدث اليوم من حزمة إجراءات عقابية خليجية عربية إذا الدولة القطرية يعد بمثابة زلزال مدوي لأركان الإمارة القطرية ولكافة مفاصيلها السياسية وأعتقد أن الأيام المقبلة سوف تشهد تغيرا جذريا ودري على ذلك إقبال أو إسراع الموطنين القطريين اليوم إلى تخزين المواد والسرعة الغذائية نتيجة المخاوف من عدم تواجدها داخل منافذ ومحال البيع من ناحية أو ربما لإحتمالية ارتفاع أسعارها نتيجة لإغلاق الدول الخليجية والسياسية المملكة العربية السعودية لمنافذها البحرية والجوية والبرية مع إمارة قطر وبالتالي الجميع يعون الآن على العقلاء في إمارة قطر لإحداث أحد تغييرين المنتظرين أولهما يتمثل في تغيير رأس هرام النظام أعني تغيير الأمير تميم بن حمد الثاني وبأحد الشخصيات العاقلة في الأسرة هناك بشخصية عاقلة تتصدر المشهد وتكون حريصة كلها الحرص على تحقيق الأمن الخليجي والعرب والإسلامي وعلى التغريد داخل السرب الخليجي والعربي أو على الأقل إجبار الأمير تميم على الانصياع للعمل داخل الحظيرة العربية والعمل بما يتسق وتماشى مع المصالح الخليجية والعربية ودعني أقول سيدي أن أعتقد أن الشعب القاطري بمختلف دوائره السياسية داخل الأسرة الأميرية أو بمختلف دوائره وأشكاله وأطيافه سواء الدوائر السياسية أو الإعلامية أو الشعبية لن تصبر طويرا على هذه المهاذر التي يقوم بها النظام القاطري والجميع يعرف أن الدول العربية جمعاء ولا سيامة الدول الخليجية منها وفي مقدمتين مملكة العربية السعودية وجمهورية مصر العربية لم تقدم على هذه الخطوة إلى بعض نفاذ ما يسمى بمرحلة الصبر الاستراتيجي تجاه السياسات القطرية غير المسؤولة تجاه الدول العربية الجمعاء والخليجية منها وجمهورية مصر العربية بصفة خاصة والجميع يعرف أيضا أن هذه السياسات عقيمة تقوم على دعم المنظمات والجماعات الإرهابية في كل مكان وأن العالم جميعا يدرك أن النظام القطري لا يتوقف إطلاقا عن تسليح وتدريب وتميئة وتمويل أو بذ المال السياسي لكل هذه التنظيمات سواء داخل دولة ما بعينها وأخرى وفي مقدمتها اليمن التي أعلن رسميا منذ لحظة تشكيل التحالف العربي قادة السعودية لدعم الشرعية في جمهورية اليمن أعلن رسميا ضوام لهذا التحالف ولكن تصرفته على الأرض تدل على أنه بل أثبتت بالفعل أنه يقوم بتدريب وتميله بذ المال السياسي للجماعة الإقلابية الحوثية المتمردة هناك والتي تستهدف والتي تعد ذراع الأيمن للإرهاب المارق في المنطقة وهي إيران وتقوم هذه الجماعة بتخريب ممنهج في كافة أركان الدولة اليمنية ولا تريد للشعب اليمني رخاء أو استقرارا نعم إذا كان معنا من مصر الكاتب السياسي والمحلل الأستاذ زكريا شكرا جزيلا لك ترجمة نانسي قنقر